أهلا وسهلا بناتش أخباركم طبعا زي ما وعدتكم اليوم راح نسوي شنطة العروس أو اللي يعني صراحة مم بس عشان عروس بس سميتها كذا شنطة العروس لأنها كام لوحتها اللي تسافر طبعا وتحب تحط ميكاف تحب تعتني وزي كذا تأخذها لأنه نفس الأشياء هذه اللي أنا بوريكم إياها أنا أخذها النفسي طيب يعني بكل سفرة هذه الشنطة موجودة والأشياء إيش الهدف اليوم من الأشياء اللي بوريكم إياها أنا نوعت بالأغراض ترى وحطيت أشياء حتى أنا ممكن ما أستخدمها دائما عرفتوا فيعني ما أبيكم تركزون على الماركة كثر ما تركزون إيش حطيت جوعة الشنطة فهمتوا علي يعني كل واحدة تأخذ اللي ريحها ومو بمعناتها مثلا صورت شيء يعني هذا أنا مرة أحبه لا نوعة عجابة من كل شيء بس عشان ما أبيكم تركزون على الماركات أبيكم تركزون على إيش حطيت جوعة الشنطة حلو أول شي رح نبدأ فيه أنا الحين ببدأ بالترتيب يعني من يوم غسلت وجهي وببدأ بالكريمات بعدها ميكوب بعدين أرجع مرة ثانية لكريمات الليل طيب يعني أنا ببدأ كأني توني قايمة من النوم أوكي بنات شكرا شكرا شرايكم بالأجواء ندخلكم أجواء شوي يلا شوفوا أنا شويت طبعا لازم يكون عندك هذه العلب هذه العلب الفافية عشان الأشياء الكبيرة اللي زي كذا الماسكات والكريمات العين إذا ما عندك أنت الصغيرة أنا مثلا أشتري دايما الصغار طيب هذه اللي تجي مني فخلاص أنا مرتاحة بس مثلا عندي ماسك كبيرة أحبه رح أفرغه بالعلبة شفافة أنا الحين ببدأ من أول وجديد أنا بس فرغت أوريكم يلا الحين ببدأ أول شيء بدخل للشنطة طبعا رح أخذ الغسول تمام كل واحدة تأخذ الغسول اللي ناسبها وإذا ما جاكبها العلبة تفرغينها في علبة يكون سايز حقها مناسب للشنطة يعني هذا يكفي تقريبا شهر حطيت الغسول نجي عند الشيء ثاني أنا بعد ما غسي الوجهي أحتاج اللي هو أستخدم التونر صح ولا لا هذا ما قدر أحطه في الشنطة مرة كبيرة فاشتويت أحطه بعلبة صغيرة زي كده بنات هذا هو طبعا الأشياء اللي جوه ترى هذا من جوات التونر موبم عفن أو قطن هو كده شكله هذا هو حق سويس لاين حطيته لي في علبة هنا وحطيت لي في شنطة اللي هو القطن حقها تمام أنا كده صار معاي التونر جاهز للليل والنهار أني أمسح فيه طبعا حطي قطن للكمية اللي تناسبك حلو رح أحط لي اللي هو كريم البشرة إذا عندك في علبة صغيرة أو أنك ترجعين تعبيلك الكريم حقك في علبة فاضية حلو رح أحط الكريم جوات الشنطة بعدها رح أحط الكريم حق تحت العين اللي تحبينا سواء كعناية أو قبل الميك أب حلو وحجمه صغير كيوت فجوات الشنطة أنا لحين رح أخذ معاي ماسكين أنا قاعدة أتكلم مثلا عني كواعد مثلا رح أختار ماسكين وشو باختار واحد ينظف لي يعني أنت بتتعرضين الشمس بتتعرضين الميك أب يعني تحسن بيجيك يوم بتقولين اف ودي ماسك ينظف طيب أنا عندي شاهز مجهزتها عندي أبغى ماسك حق ترطيب نفرض أنت رايحة مثلا بحر رايحة تتعرضين الشمس كثير تحتاجين شايرة طب أنا باخذ معاي أم سوري هذا صدق أنا يعني أنصح فيه خذيته وعبيت ليه بعلبة شفتوا هذا يكفيك سفرة كاملة هذا يكفيك ممكن شهر كامل خذي بس شي بسيط حطي على البشرة ونامي فيه من بكرة عادي غسلي أو حطي ساعة ساعتين لأنه يمتصل وجهه بسرعة هذا كترطيب أوك شفوا الدخول الرهيب هم سوينا فرش بالثلج فقرت خلصنا من ماسك الترطيب مثلا ماسك العناية شفوا أدري أدري فيه وجهات نظر واحدة بتقول أنا مستحيل أحط قدامها يعني كيفك ولا تحطين بس مثلا فيه شخصيات عادي تحط صراحة يعني أنا بحط وخلي حط معك يعني لش ما يحط فهمت يبي يحط ما يحط أنت يتخلي مثلا نص ساعة كذا بس ربع ساعة حطي تحتاجين فأنا شو سوي أخذ هذولي أنا كل سفرة معاي حتى بنات مو بلازم خلع عنكم إنه هني يموم بس إنه حنا للسفر خذي معاك ماسك حطيه في هذه الكيسة حقتها يعني تعبي أتعبين فيها وبس تخيل لحنا كل شيء أنت عندك جاهز أنت بس تجيبين ملعقة زباد وخلاص عرفتي يعني حتى بس سفر طلعت لك حبة ولا شيء أصلا تطلع لك يعني أشياء كثيرة لأنه تتغير بشرتك فعندك على الأقل شيء تمشين عليه روتين تمشين عليه مو إنه فجأة تنقى طعامة تحطيه ولا شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا حلو الحين ببدأ يلا بالميكوب خلاص أنت مثلا تلبسين عدسات حطي عدسات إذا ما تلبسين ما في عدسات طبعا بحط مسكرة حواجب شفافة طيب أي براد أنت تحبينها هذه أهم شيء مسكرة الحواجب بعدها رح أأخذ يلا من الحواجب ويكون فيه فرشة أهم شيء من وراء اللون اللي أنت تحبينه وتستخدمينه وإذا كنت تستخدمين أصلا قلم حواجب تمام بعدها ش رح أختار ستقالون لو يحتاج مثلا ناخذ برايمر أو معرف إيش حق شدوا قبل العين أو شيء لأما يحتاج لأن أصلا لما تحطين الكريم مجرد ما تحطين شدوا أنت تبغين شيء مرة طبيعي تبغين شيء مرة ناترل فأنا أنصح أنما نحط طبقات كثير عندكم للعين أنا أفضل إما تاخذين بلت كذا يصير صغير طيب من أي براند أنت تحبينه بس يكون في الدرجات هذه الترابية تمام زي ما أنتوا شايفين في الذهبي وفي اللي جاي على بني في على مش مشي أنا عني أفضل لون واحد اللي هو مثلا يصير زي كذا تاج خفيف برونز على العين كذا على العظمة بس تسحب لعين وتفتحها بس ممكن إذا مثلا مسويتان وبحر ودك تحطين شيء تستخدمين الذهبي فقط أنا أحس هذا خلاص يكفي وطبيعي ويحلي يعني ما يحتاج إضافات زيادة يعني حتى الغوامق ما رح أستخدمهم خيار ثاني لو أنت مو حقة ميكاب وما تحطين أساسا حلو على الجفين يكون في شدو أو نقول عنه كنتور أو كذا أي لون كذا خفيف طبيعي بس على الأقل يشد العين ويفتحها وصح صحها إذا أنت مثلا ما تحبين تحطين خذي لو لون واحد كذا كنتور طيب استخدميه للعين إنه فرشة دمج واستخدميه والحالة أوكي يعني نجي عند فقرة الرموش الرموش إذا رموشك حلوة بتستخدمي من مسكرة في كثير بنات لما يسافرون ركبون الرموش يحبونها وأنا شوفي كثير عرايسي لما يجون يكونوا مراكبون مراكبون مراكبين شعور وش فيني ها يقولون المهم يكونوا مراكبين رموش حبات يعني كذا يعني حركات بس عني أنا ما أفضلها ليش أنا بعندي سبب يختق لك طيب أول شي ممكن تدخل كذا جوات العين إذا أنت رايحة بحر مرة تنرفز كف تغزغز في عينك يعني هو حرية شخصية حرية شخصية يا أنك تسغي المسكرة أو أنك تكليني مراكبة رموش فأنت شوفي شلي الناس بك وحطي إذا كنتي مراكبة رموش طيب إيش ممكن تتوين أهم شي عندك هذه الفرشة مو بشرط حقة القلم لكن هذه الفقل اللي تمشطه لرموش عشان إذا تلزقت ببعض تفكفكينها وتصير ما تضايقك وأهم شي ما تحطين عليها ميكوب ريموفر ما تحطين عليها زيت ما تحطينها أشياء أنها تساعدها أن تطيح يعني مرة خليك دقيقة وحافظة عليها عشان حتى ما تزعجك ولا تطيح واحدة وتبثرك تقولين أحس شكلها غريب يجي عند الحين التنت طيب التنت هذا شي إجباري معاك أوكي بشرتك حلوة ما تحتاجين كونسيلر ما تحتاجين فونديشن خلاص بس تنت وبرونزر مثلا طبعا أنا أفضل لون يعني يكون معاك هذا اللون مثلا تحطينه صباح للفاتح وعلى الشفايف مثلا هذا الأحمر طيب وبالليل يعني ممكن تستخدمين هذا حتى لما تسويين تان كثير مات لما يسويين تان ما يحبون يستخدمون فونديشن في السفر فخلاص بس اكتفي بتنت يناسبك وحلو عليك أنا أحب هذولي صراحة حقها بنتج بس مخلصين أوكي رح أاخذ اللونين فقرت الكونتور الباودر والبرونزر أنا مثلا حطيت تنت وأبي معاه بس باودر حلو ما بيحط فونديشي ولا كونسيلر أخذ الباودر الكونتور اللي رح أستخدمه هذا يغنيني عن هذه الأشياء طبعا هذا كونتور مو ببرونز على رمادي رح أستخدم مثلا معاه إذا ودي أبغتان طيب أبغت شوية يصير وجهي عالتان أنا أنا أحب طيب اللي كده يكون إكريني طيب هذا رقم 177 أحط منه ندفا حلو وأذمن جاف فرشة ماربل هذه ليش أحب أكثر عن الباودر بقول لكم تحسين أن وجهك ما في عليه طبقة يعني ما تحسين في شهوبة أو باهت لا حطي منه نقطة وإدمجي يصير كأنه بشرتك كأنه لونك الصدقي أنا أحب 177 ترى حق ميكا فوريفر اللي تبي برونز وما يبين أنها حاطة فونديلشون وكونسيلر وأشياء طيب هذا للتان واضح صح حلو فرشة ماربل معاه رهيب حلو حطها هنا نجي عند الخطوة الثانية اللي تحب الفونديشن أنا ما أنصح تأخذين معاك فونديشن أنصح تأخذين معاك سي سي كريم حق يقدر رايح فيها من الكرف ليش ما أفضل أخذ معاي فونديشن ليش ما أفضل أنك تحطي فونديشن شوفي هو كما أنا ترى كل اللي قاعد أسجله حرية شخصية وكل واحدة شخصيتها فيه بنا تحبون يحطون ميكوب اللي أنت رايحك بس ممكن أني أضيف لك نقطة فقط أنا ليش ما أفضل الفونديشن لأن الشكل يعني أنت ودك تكونين طبيعية كثر ما تقدرين حتى لو بشرتك فيها حبوب طيب حتى لو فيك مثلا يعني اللي هو بس حاولي قد ما تقدرين يبين الشكل طبيعي نفرض أنت رايحة دولة بحرهو غالبا مو حلو شكل الفونديشن نهائي مو حلو حتى تحت الشمس جدا 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 سيئ يعني حتى يمكن بشرتك لو إنها تعبانة بيطلع شكلها أحلى من فيه فونديشن تحت الشمس هذه نقطتي فأنا الحين مثلا نفرض أني أنا يا وعد شي يعني ليل وصباح شمس دولة مو لازم فيها بحر أبي أحط فونديشن أنا عن نفسي مرة أنصحكم بالسي سي كريم مرة أنصحكم يعني خصوصا اللي تلقى درجتها أو تطلعها غالبا ميكس صراحة بين اللونين يعني نادر ألقى وحدة تقول الضبط عليه لون واحد الغالب أني يسوي ميكس حلو مثلا أنا وعد عني أنا درجتي ميديم تان وريتش حلو بس لو بسوي تان بستخدم بس رتش الحالة أوكي مرة طبيعي وما تحسين وجهك مكتم وصراحة أدمجة مع فرشرة ماربل رهيبة رهيبة أوكي هذا أحس شي أساسي للي تبي مثلا بالليل تبي تكشخ شي سيسي كريم حلو بنات الكونسيلر كل وحدة تاخد الكونسيلر لناسبها بس أرجع وأقول خذي شي خفيف مو لازم شي يغطي مرة يعني صيرت حسين طبقة على وجهك عادي شوي يبين شي بسيط بس إنه تطلعين طبيعية فهمتوا علي هذا عشان يعني أنا ما أحب فيه العجزت أحب بنات مو بقادرة يعني حتى لما أشوف ناس يعجبني عليهم ما أدري ما أتقبل الفقيل دائما من اختياراتي متوسطة طبعا في بنات ما تحتاج لا كونسيلر ولا تحتاج فونديشن تقولك أنا أحتاج بلشر و مثلا تاج كذا برونز لا تاخذين الكونسيلر ولا الفونديشن أوكي يعني أنا قاعدة أحط حق اللي تبي شي كامل شي ما تحتاجين الشي لي سوي سكبل هالفقرة حلو بنات يعني أنتي وشو جوك سوي بس أنا مثلا عني أنا بأخذهم هذا ولي كلهم ليش احتياط ما تدرين ودك تحطين طلعت لك حبة ما دري وشو ودك مراتك ودك تسوي فوتو شوت ودك تتصورين الصور تحتاج شوي فونديشن عرفتوا اللي أنا عندي كل شي ما أخذته ما أتحسف من ولي أجيبها ليش ليتني جبتها عند الفقرة الثانية اللي هي وشو نجي عند خلصنا الحين بأخذ هايلايت طيب وش وعد أخذ هايلايت وشو شوفي أنا بقول لك أنا أبي شي نرجع ونقول طبيعي أنا أشوف كثير منات اللي هنيمون ولا بالسفار يتعرضون للشمس أنا ما أحب شكل الإضاءة البودرة تحت الشمس ها بوجهة نظري طيب ليش أحسها ترهش بزيادة طيب وشو تحبين أنا أحب الكريمي يعني مثلا أخذوا أي شي قوامة زي كذا اللي هو قوامة وشو بنات صير كأنه فازلين كأنه مويا هذا الشكل تمام ليش أنا مجرد ما أحط لنتفة زي هذه طيب وأدمجها إلا شوية تحسين الوجه طبيعي شوفوا شون هذي اللمعات صير ما أحس هايلايت إذا بالليل بالليل يختلف عن الصبح الممكن أنك تزيدين عادي طيب بس أنا كيومي وبطلع وطلع مثلا يعني طلعات عادية ما أودك هايلايت وأشياء لا بي شي طبيعي يبين وجهي كأنه بشرتي هي كذا صحية فأنا أفضل اللي يكون زي ما ورعتكم كريمي ورطب ونتفح حتى ما أكثر منا يلا نجي عند الشي الثاني اللي هو وشو البلشر لازم معك بلشر باودر سواء بتحطين تنت محاطة لازم باودر يثبت لي التنت أخذ لي شي يناسب بشرتي ولونا حلو حلو هذا هو البلشر طيب بعدها وشو بختار اللوز باودر شوفي اللوز باودر متى تحتاج عنها إذا أنت بتحطين كونسيلر وبتحطين فونديشن تحتاج عن أنت اللوز باودر والأفضل أنك تعبينها بوشو أنا عني باخذ اللوز باودر عندي أصلا علبة صغيرة مني ندفة أخذها دايما أنا حبشت الأشياء الصغار للسفر عندي شنطة كاملة خانا موريكم فاصل بس عشان أوريكم مش يصدي هاي شوفوا عندي دائما الأشياء هالي الصغيرة شفتوا هذي كلها خليها حق تسفر دائما شفتوا هذي سعنونة فحتى أرتاح لما بسافر ولا شي عندي كلها أشياء صغيرة أكمل الفقرة طبعا ما عليكم كلها بكتب لكم وبرطب لكم بس أبغاكم تشوفوه معي وقال هي شبعد خلصنا الحين الشدوات وكل شي نجي عند فقرة الكحل آي لائر طيب عندكم شيء حلو أباخذ كحل بني طيب أفضلة للطلعات الصباحية شيء طبيعي أبي كذا لازم لازم كحل بني طيب وكحل أسود للي تبي تسوي آي لائنر موه ولا شيء تبي بس تحط آي لائنر موه ومسكرة كحل سايل شوفوا أنا حطيت لكم كذا خيار يعني كل واحدة وستايلها فهمتوا كل واحدة وش وهي جوها أساسا متختار منها الثلاثة الحين نجي عند فقرات الشفاعي طيب وش تجوك أساسا انت بحبين تحطين بس تنت خلاص خذي بس تنت تحسي ممكن يوم تتحمسين ودك راج تحطين مثلا يعني خذي لونين أنا أحس خذي لونين خذي اللي مثلا على أحمر يوم اشتهتي تحطين أحمر تمام مثلا تخيلي أحمر مع بس مسكرة تتصورين اللي عندك هذا هو محدد أحمر مع راج أحمر خذيت لازم أختار هذه الدرجة اللي على بني لأنها مرة تحلي طيب خذيت لي واحد وخذيت لي لبلينير هذا مرة أحبها ترى اسمها سبايس كير من هودا بيوتي اللي جعل أبني هذه الدرجة اوف أنا هذه أعشقها مرة أحبها مع اللون الراج اللي تو اللي تحب شفاية في نفس المود الأمس زي كده مثلا طيب خذت لي أنا الحين صار عندي راج أحمر وتنت وعلى نوت أوكي طبعا لا تنسين الغلوس هذا شيء أساسي أنت وش تحبي النوع غلوس خذي طيب بعد لا تنسين السفنجة هذه عشان اللوس باودر ثبتين فيها حلو الحين باخذ حطيت السفنجة هنا عشان ما تتوسخ أخذ إذا كنت كنت حقة فراش مثلا بحط حقة الخشم من ماربل هذه وحطت مثلا الفونديشن الفونديشن حطتها جوا بس إني أحطهم في كيسها أوكي واسكر عليهم حسب احتياجك للفراش طبعا براية أهم شي هذي لا تنسونها لأن دائما ننساها براية وكسارة رموش إذا أنت مثلا تحتاجين دائما تسوي مثلا رموشك تحبي تكسرينها طيب وش بعد طبعا أنا عن نفسي واللي ما أخذي فراشي بس هذا هو بعد خذيت حطيت من الموس أهم شي اللي تحبينا وهذا اللي أقولكم عليه ضروري تحتاجين الحواجب واللرموشك أو اللي هو طيب هنا عندي أنا شنطة كاملة حقت اللي هي فراشي بس مخلصة بنات فيها كل الفراش بس كذا أسكرها وأحطها واللي تاخد كل واحدة الفراش اللي هي بس تحتاجها والأساسية أوكي بكذا لحد الحين آخر خطوة باقي لنا اللي هو البخاخ الفيكس لا تنسينا مرة مهم الفيكس اللي تحبينا الوجهك يثبت ويرطب لك البشرة يخليها ندية يشير شكل البودر هذا شيء أساسي لا تنسينا طبعا أهم شيء المناكير اللون اللي أنت تحبينا واللي جوز لك وتحسين بتستخدمينه دايما وأسيتون مزير الأظافر المناكير وأحس أحس لحد الحين خلاص حق الميكب كل وضعنا أوكي ما نسينا ولا شيء حتى سكين كير حطينا باقي الحين فقرت ما بعد الميكياج اللي هو الميكب ريموفر معني أنا أفضل أنك تغسلين بصابون اللي هو غسول للوج وترجعين تستخدمين نفس الأشياء اللي حطيناها إلا إذا أنت تحبين مثلا سيروم تبين تاخذين معاك وأشيائك هذا بالنسبة للميكب والكريمات أوكي بنات في شيء بعد مرة مهم اللي هو مرتب الشفايف اللي أنت تحبينه كذا ماركة عندك زفدة الشفايف اللي هو تحطينه هذا أنا عندي مرتب تمام وإذا أنت كنت تهتمين برموشك مثلا تحطين لها دايما أوربانا ولا رفيتا ما يصير تقطعين فجأة فإذا كنت أنت من الشخصيات اللي أساسا تستخدمهم ضروري معاك في الشنطة عشان ما تقطعين الكورس أوكي بس خلصنا ما نسينا ولا شيء شنطة كاملة 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 من الألف للياء وإن شاء الله أني ما نسيت شيء بس أنا أحس هذه الأشياء المهمة وبكتب لكم إياها وتسوون كابتشر عليها بدون أسماء ماركات بس كذا بالترتيب وإنتي على كيف تحطين الأشياء اللي تناسبك أوكي وإن شاء الله أنكم استفدتوا وحبيتوا الفقرة وتسهل عليكم لما تسوون شنطتكم أنكم ما تنسون شيء وتدعو لدعوة حلوة يلا الحين برح أسوي الكتابة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة